في صلاة اسمها صلاة الحاجة وكيف نصليها بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور رحمة درجة في فيديو جديد ورد في حديث ان من كانت له حاجات عند الله ان هو يتوضى ويصلى رقعتين ويقول دعا معين يعني وسميت هذه الصلاة بصلاة الحاجة لكن الامان العلمي هذا الحديث ضعيف وبالتالي لا يشرع ان تصلي هذه الصلاة على القول الراجح طب الان عندي حاجة عند ربنا اعمل ادعي تدرع على الله سبحانه وتعالى اسأل الله ما تريد في صلاتك او او مع نفسك او بين الاذان والاقامة فاي وقت تدعي لما تكون عايز حاجة ادعي رب منهم مش لازم تنشئ رقعتين مخصوصتين ونسميها صلاة الحاجة لكن الامان العلمي ايضا المسألة فيها اخلاف سائغ من اهل العلم اللي بيتبع العلماء اللي قالوا بجوال صلاة الحاجة ومشروعيتها لا ننكر عليه واللي قال لا مش حنصلي صلاة الحاجة ايضا لا ننكر عليه خاصة ان ده القول الراجح ان ما فيش صلاة اسمه صلاة الحاجة على القول الراجح ولو حد عايز من ربنا شيء بيدعوه ويتضرع اليه ويطلب منه سبحانه وتعالى دعم الفيديو بشير ولايك ومنشارك في القناة شوفكم كل مرة الجاية والسلام عليكم